ما انفعش انك تتكلم انجلش وما تبقاش عارف ان في حرف الانجلش اسمها silent letters يعني الحروف الصمتة كمان ما انفعش انك تبقاش عارف قواعد عنها الموضوع مهم جداً 50% ويمكن اكتر من الكلمات اللي في الانجلش بيبقى فيها حروف صمتة بس don't freak out مش عاوزك تتفزع او تخاف جداً rules النهاردة في الفيديو هقولها لو مشيت عليها هتعرف ازاي الحروف الصمتة في الانجلش وامتى تنطقها rule number one اول قاعدة معانا الكلمات اللي في الانجلش اللي بتنتهي ب-a-l-l-y تمام زي مثلا كلمة romantically انا مقولتش romantically انا قلت romantically تاني كلمة logically تاني قاعدة معانا الكلمات اللي في الانجلش اللي بتنتهي ب-u-l-l-y تمام؟ وقالة بالكلمات بتنتهي ب-a-l-l-y او-u-l-l-y بتبقى adverb يعني زرف في الانجلش تمام؟ مثال تاني شايف الكلمة دي معايا؟ متقولش beautifully no beautifully بصوا النوت الغلط beautifully no beautifully تاني كلمة wonderfully مش wonderfully واندفلي واندف ما تنتهيش اللي واندفلي rule number three will be لما بتيجي بعد ال-m فمفيش حاجة في الانجلش اسمها climb قول climb مفيش حاجة اسمها thumb no say thumb thumb مفيش حاجة اسمها سباك تمام في الانجلش متقولش plumber no plumber plumber رابع قعدة لما ال-b في الانجلش بتيجي قبل الت زي مثلا كلمة doubt يعني شك مفيش حاجة اسمها دوبت doubt كلمة doubt كلمة تانية زي مثلا كلمة debt يعني دين حتى في ايديم جميل اول لما تقول له واحد i will be always in your debt يعني انا حفضل دايما ما دينلك i will be always in your debt لان انا i love you so much يا جماعة بجد ال-c دايما بتبقى silent بعد ال-is أمثلة scenario scene muscle scenario scene muscle l-d بعد ال-n في كلمة زي handsome يعني جميل handsome man يعني رجل موز رجل جميل يعني or when is day when is day كمان كلمة sandwich مفيش حاجة في الانجلش اسمها sandwich هنعرف انه بيشبع كده بس ما تقولش ساندويتش سانويتش 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 الجي اتش لما بتبقى جاية بعد ال-i زي high light flight flight freight بس الاخير دي ما تقولش freight يعني الشحن freight الكي قبل ال-n زي knee 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 knife 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 knock knock ال-n لما بتبقى جاية بعد ال-m زي column مفيش حاجة اسمها column column تنترش ال-n bam autumn مش autumn مش autumn شوية كلمات بقى ملهاش قعدة كده خلينا نعرفهم سريعاً مفيش حاجة اسمها في الانجلش salomon في salmon salmon لحم العقل cough كاف شوية كلمات جامل فرنساوي احنا عارفين فرنساوي الكلام بتنتقش في ال-k في الاخر زي ballet زي velay زي debris في الأكلات متقولش chocolate متنتقش القوت تانية chocolate مفيش حاجة اسمها برضو vegetables في حاجة اسمها vegetables 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 yoke صفار البيت اللي برضو ما تتقلش فيها yoke والإلي في الغالب قبل ما بتبقىها بعدها الكيف في الانجلش زي walk yoke اللي في الغالب ما بتتنتقش في استثنيات طبعا اللي الدكاترة ما فيش حاجة اسمها الربو مشموس مشموس آزمة ما تنتقش ال-th والآزمة آزمة أوكي لو الفيديو عجبك like and share thank you and wish you all the best bye